اشتركوا في القناة الفيروس نفسه ده من مجموعة كورونا كورونا يعني التاجية الفيروسات التاجية وعشان لها دايق حوطب تاج وده مش اول واحدة من عائلة كورونا دي ظهرت بقالها سنين كان مشهور منهم كورونا فيروس سارس سمعنا عنه وكان برضو عمل وباء كده في فترة معينة طيب عراض الكورونا ايه؟ اعراض الكورونا كثيرة جدا اعراض الكورونا ممكن تبقى سخونة فيفر سخونة بس دي مش في كل الحالات تمانية وتمانين في المية بس يعني في عشرة في المية بيجيلهم كورونا من غير سخونة اللي بالكم وديق في التنافس وكحة كحة ناشفة في تمانية وستين في المية من الحالات يعني في حوالي تلاتين في المية من الحالات بتجيلهم كحبة لغة ها؟ بقى فيه اعراض بقى تكسير جسمه وفيه اعراض شوية اسهاله وفيه اعراض ممكن زكام حاجات بسيطة بقى خمسة المية تاتة المية اربعة المية طب تشخيص ازاي؟ كيفية تشخيص الحالة تساسبكتد كيس نشك في العيان ازاي؟ او في المريض اولا لازم يبقى مخالط مخالط لواحد جاي من بر او هو جاي من بر خلال الاربعتاشر يوم في اللي فاته او يعني خالط واحد كان مخالط فده تاريخ مراضي هم جدا طيب المرحلة التانية بقى ان هو خلاص يبقى الكورونا متوطن في هذه المنطقة واحد يدي واحد مش شرط بقى مسافر ولا رايح ولا جاي زي في ايطاليا وزي في امريكا وزي في اسبانيا وزي في الصين وزي الحاجات دي كلها طيب ده التشخيص الاكلينيكي فيه تشخيص بقى معملي وتشخيص اشعة تشخيص المعملي اهم حاجة عد الدم وعد الدم يبقى عد الدم الابيض قليل والليمفوسايتز خلايا الليمفوسايتز تبقى قليلة لكن في بعض الاحيان ما بيبقاش فبرده مش كل الحالات دايما فيه استثناءات طيب فيه حاجات اخرى زي دي دايمر مش عايز بقى خش في تفاصيل جامدة لكن يعني نبقى عارفين ان في بعض حاجات معملية زي دي دايمر وLDH والفريتين والحاجات بتاع الحديد وانزيمات الكبد ممكن تعلم وممكن انها تدي مؤشر لان المريض ده ممكن يكون الالتهاب اللي عنده ده عنده كوفيد ناينتين طيب الاشعة دي اهم حاجة ويمكن اهم من المسحة بتاعة البي سي ار مسحة البي سي ار في بعض الاحيان بتبقى سلبية والعيان عنده برضو عشان كده يقولك عيدها بعد 48 ساعة لو انت شاكك الاشعة بتدي اشتباه اشعة المخطعية دي لقوا انها لها حاجات معينة انها تبقى عن نحيتين وفيها حاجة اسمها جرام جلاس وتبقى في اطراف الرئة وتبقى 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 يقولك ده لازم يكون عنده وتبقى متخصصة حتى اكتر من المسحة بتاعة البي سي ار ده كده التشخيص الحجم الوباء وصل ايه دي جائحة في الجائحة دي اكبر من الوباء انتشف اكتر من 190 دولة في شهرين احنا جالنا حاجات كتير قبل كده وجالنا فيروسات قبل كده لكن ما كانش الاهتمام بها بالشكل ده جالنا انف الوانزة الخنزير وجالنا انف الوانزة الطيور وجالنا السارس بس كانت ملمومة على فترة دي جاية في شهر او شهرين ولسه ما اكتشفوا لها علاج ولا اكتشفوا لها طعم وجات في المنطقة بتاعة اوروبا وامريكا فالدنيا تشقلبت والدعاية والاعلانات والدنيا دي كلها تشقلبت عشان الموضوع دهوت احنا في شهرين تقريبا الناس دخل على مليون واحد على مستوى العالم ده المعلن والوفيات قربت من خمسين الف فالموضوع كبير الحمد لله في مصر يا ربنا حافظنا لغاية دلوقتي وما عدناش تمنمية والوفيات ما عدناش خمسين ودي يعني احنا بنقول انها يمكن حاجة تكون في الدول العربية نتيجة جينات بتاعتنا مختلفة عن الجينات بتاعتهم الناس اللي هم القوازيين البيض اللي في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي سرين احنا جين مختلف جايز تطعيمات اللي احنا بناخدها واحنا صغيرين اللي هي تطعيمات ضد الدرن هم ما بقوش ياخدوا تطعيمات ضد الدرن ان الدرن اختفى عندهم من زمان جايز جول جميل بتاعنا جايز يعني دي كلها تكهنات ليست حاجات علمية ايه مثبتة وربنا يعديها على خير لان الحجم الوفيات والإصابات كبير والنحية الاقتصادية بتاعت الدول بتنهار لما تبقى عندك السياحة واقفة تبادل تجاري بين الدول واقف مصانع تقف الأسهم تقع البرصات تقع مقداة حيبقى حاجة يعني راهبة جدا ويرب ما منوصلش ليه الوباء بتاع الفيروس بتاع السبانيش فلو اللي هو الان في الوانزة الأسبانية سنة 18 دي أودت بحوالي 18 مليون بني آدم على مستوى أوروبا طيب ايه بقى طرق الوقاية والعزل الواحد يخلي باله من نفسه ازاي اغسل ايدي بالمياه والصابون كل نص ساعة كل ساعتين 3-4 مرات في اليوم واخسل ايدي احسن المطاهرات والكحول والحاجات ده هيت لانه مريض الحساسية بيجيوا لي كتير في العيادة جايين تعبين وخايفين انه يكون عندهم الكوفيد 19 لكن هما شاموا الكلور وشاموا الديتول وشاموا الكحول فتعبوا المياه والصابون دي جميلة انها بتدمر الكورونا او بتقلل التكاثر بتاعه لان لهوه غشاء دهني السابون بيدوبه فالمياه والصابون دي حاجة جميلة جدا المسكات لما نتعامل مع الناس لكن افضل حاجة ان احنا نفضل في البيت اذا ما كانش لازم ننزل عشان حاجة ضرورية او شو اللي ضروري التباعد الاجتماعي اليومين دول هو الذي حيقضي على الكورونا فيروس لا نبوس حد ولا نسلم على حد ولا نحضن حد نخلينا دايما بعيد عن بعض قواعد الصحية السليمة دي هامة جدا وخلي بالنا من المناعة بتاعتنا لو انا بدخل انا وقف تدخين ان التدخين ده اكتر حاجة بتخلي الكورونا يهاجم الجهاز التنفسي الاكل الحاجات الفكهة الحاجات الصلطة طفاح موز برتقان فيتامين سي الحاجات اللي هي الصلطة والطماطم والخيار والجرجير والبصل والتقوم والفجل كل ده فيه انتي اكسرنس مضادة للأكساد وفيه زنك اللي هو بيبقى ضد الفيروس وفيه حاجات كلها بتقوي المناعة ايه اه بتاعت الانسان مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من هزه ايه اه الاشياء في الوقاية الشخصية ال اه الاخر نقطة بقى احب اتكلم عليها كابيوصفة دكتور صدر وحسية اللي هو علاقة الحساسية بالكورونا فيه عجالة سريعة مريض الحسية هاي ريسك يعني بطر ان يجيله الفيروس زيه زي اي اللي عنده سات درقوية واللي عنده التهب وهكذا 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 يبقى لازم يخلي باله ويبقى قاعد في البيت ويعمل الحاجات الوقاية الشخصية دي اكتر واحد طيب مريض الحساسية اللي ماشي على بخاخة كورتيزون يوقفها عشان الفيروس لا الجينا جايدلايند التعليمات العالمية لعلاج الحسية قالت لازم يمشي ويحمي نفسه انه لو تعم حيبقى عرضة اكتر للويروس لازم يمشي على بخاخة الكورتيزون طويلة المفعول زي ما هو طب لو واحد مقزم اوي او مريض تلايف رقوي وبياخد كورتيزون بالفم يوقفه لا برضو لازم يمشي عليه دي تعليمات عالمية لازم تمشي على العلاج بتاعك ما توقفوش ما فيش حاجة اسمها الكورتيزون حيجيب لك كورونا كلام ده كلام فاضي من الحاجات برضو في الادوية اللي انا يعني اه عايز اقولها انه يا جماعة ما تاخدوش حاجات مضادات للالتهاب مضادات للروماتيزم فولتارين والفلدين والسيليبريكس والكله بروفين كل الحاجات دي دي غير مستحبة عشان دي يعني بتفاسليتات موضوع الكورونا ده شوي ما لقيه باراسيتامول باراسيتامول بقى بقى بنادول نوفى باراسيتامول هو ده للصدع والماغس والوجع والحرارة والحاجات دي كلها طيب مريض الحساسية بيستعمل جهاز نوبيلايزر ويروح المستشفى انا قزمت ودوني بقى بخاء الجهاز البخارع ده ممنوع لان ده ممكن ينقل العدوى طب نستعمل ايه بداله الكابسولات اللي بالشفط والانواع الشفطات المختلفة انواع البخاخات المختلفة دي بيرسونال دي حاجة شخصية للانسان او حاجة اسمها سبيسر بيستعمل الاطفاله الكبار السن بيعمل البخة وهو بيستنشق فيها ودي برضو بتبقى بيرسونال او تبقى ايه حاجة ايه برضو ايه اه شخصية فدي كانت اخر نقطة لمريض الحاسية مع الكورونا وربنا يقينا شر هذا المرض اللعين ويحفظ مصر ويحفظ الامة العربية ويحفظ المسلمين والمسيحيين وكل العالم ويرجعنا تاني نعيش حياة بحرية شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر